اتنين واحد الشناوي اتكلم مع ادارة محمد الشناوي حارس الاهلي اتكلم مع ادارة الاهلي وقال له هم انا عندي عرض من السعودية وعرض كبير النادي الاهلي قال يعني ما عنديش مشكل لو الشناوي انت عندك عرض كبير احنا هنقف في ظهرك وهنقف معاك وعايزين نأمل مستقبلك وإيه لو عندك عرض كبير يتعرض بشكل رسمي على الاهلي والاهلي ما عندوش مشكل الشناوي يعني مخلص جدا النادي الاهلي وقدى النادي الأهلي سنين كتيرة وكسب بطولاته وحقق إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي النادي الأهلي برضو عايز يقف جنب حارسه محمد الشناوي فقال لو أنت عندك عرض يليق بيك ويليق بالنادي الأهلي إحنا مش حنرفض مش حنوقف في طريقك فإحنا في انتظار بقى أن محمد الشناوي النادي السعودي بقى يعرض بشكل رسمي على الأهلي لكن الأهلي زي ما عرفت ما عندوش مشكلة إنه يعني يتيح الفرصة مش حاول بقى يمشي ولا يرحل إن محمد الشناوي نجم كبير وبيحبوه في الأهلي جدا وراجل مخلص جدا وكابتن فرقة فهم زي ما تقولوا كده إيه الشناوي عمل حاجات كتير قوي للأهلي والأهلي عمله كمان فالأهلي عايز يساعده فالشناوي قال له أنا عندي عرض كبير وعرض مالي كويس وهيأمل مستقبلي بشكل كبير وأنا كذا وكذا فالنادي الأهلي يعني رحب وقال إحنا معاك يا شناوي بس لازم العرض يكون حاجة يعني طليق بيك وطليق بالنادي الأهلي فخلال الفترة القليلة القادمة محمد الشناوي هيبقى فيه عرض سعودي هيعرض بشكل رسمي هيعرض بشكل رسمي أو هيتقدم عرض لمحمد الشناوي بشكل رسمي للنادي الأهلي والأهلي زي ما قلت لكم هيوقف جنبه ما عندهمش مشكلة طبعا فيه مصطفى شبير وفيه حراس مميزين كتير في النادي الأهلي بخصوص مباراة